وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني باليقظة والجاهزية للمستجدات الأمنية الطارئة وذكر بيان لمكتبه أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني أجرى زيارة إلى مقر قيادة عمليات بغداد حيث اطلع على تفاصيل الخطط الأمنية وسير العمل الأمني فيما شدد السودان على ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة للمستجدات الأمنية الطارئة إضافة إلى رفع مستوى التنسيق الاستخبار والمعلومات بين الأجهزة الأمنية في قواطع العمليات وتحديث الخطط الأمنية والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحقيق الاستقرار الأمني وتكثيف قدرة المعالجة السريعة للتحديات الأمنية